بسم الله الرحمن الرحيم تقسيمات الواجب بالاعتبارات المختلفة ينقسم الواجب إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة فينقسم أولا باعتبار نفسه إلى معين ومخير وينقسم ثانيا باعتبار فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية وينقسم ثالثا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع نبدأ بالحديث عن التقسيم الأول للواجب باعتبار ذاته أي باعتبار نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب وهو بهذا لاعتبار ينقسم إلى قسمين القسم الأول الواجب المعين والقسم الثاني الواجب المخير أما الواجب المعين فمعناه أن يتعلق الوجوب بفعل معين من كل وجه كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك من غير أن يكون المكلف مخيرا بين أن يفعل شيئا من أشياء وحكم هذا النوع من الواجب أنه يجب الإتيان به على التعيين ولا يجوز الإخلال به بحال من الأحوال باتفاق العلماء في ذلك وصلنا الآن إلى القسم الثاني وهو الواجب المخير ومعناه أن يتعلق الوجوب بفعل مبهم من أفعال معينة كخصال كفارة اليمين وهي الإطعام والكسوة والعتق والواجب المخير ينقسم إلى قسمين قسم يجوز الجمع فيه بين الأفعال كلها كخصال الكفارة وهي الإطعام والكسوة والعتق وقسم لا يجوز فيه الجمع بين الأفراد كتزويج الولي موليته أحد كفأين تقدما إليه يطلبان نكاحها حكم الواجب المخير اختلف العلماء في الواجب المخير على مذاهب أولها هو مذهب الجمهور أنه يجوز الأمر بواحد مبهم من أمور معينة على سبيل التخيير وحينئذ يجب الإتيان بأحدها من غير تعيين ولا يجوز الإخلال به بترك الجميع المذهب الثاني وهو مذهب المعتزلة أن الأمر بأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل وقد بينوا مرادهم من وجوب الكل بأنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد ولا يجب عليه الإتيان بها كلها بل له أن يتخير منها وبناء على هذا التفسير الذي ذكروه يكون قولهم موافقا لقول الجمهور وإنما الخلاف في اللفظ والعبارة فقط وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لنصب الخلاف معهم في هذه المسألة المذهب الثالث أن الأمر بواحد من أشياء على التخيير يقتضي أن يكون الواجب واحدا معينا عند الله تعالى غير معين عند الناس وليس لهذا المذهب قائل معروف وهو مذهب باطل والدليل على بطلانه أن التكليف بأمر معين عند الله غير معين عند الناس ولا طريق لهم إلى معرفته بعينه يكون من باب التكليف بالمحال والتكليف بالمحال باطل لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وصلنا الآن إلى أدلة الجمهور على صحة التكليف بالواجب المخير فنقول استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من صحة التكليف بالواجب المخير بالكتاب والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن كلمة أو التي تكون في اللغة العربية لأحد شيئين أو أشياء جاءت في الآية الكريمة فدلت على التخيير كما أن الآية دلت على الوجوب لأنها وإن كانت خبرية لفظا إلا أنها إن شائية معنا لأن قوله تعالى فكفارته في قوة أن يقال مثلا فليكفر وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب تزويج أحد الكفأين الخاطبين من غير تعيين لذلك كان قول الجمهور في هذه المسألة هو القول الراجح لقوة أدلتهم وسلامتها وصلنا الآن إلى تقسيم الواجب إلى عيني وكفائي وهو فرض العين وفرض الكفاية وهذا هو التقسيم الثاني للواجب باعتبار فاعله نبدأ أولا بفرض العين وفرض العين هو مهم أي أمر مهم يقصد حصوله من كل واحد بعينه من المكلفين كالصلاة والصوم والزكاة أو من واحد معين كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته وأما فرض الكفاية فهو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله كالجهاد وصلاة الجنازة وسمي فرض كفاية لأن فعل البعض له كاف في تحصيل المقصود منه والخروج من عهدته أنواع فرض الكفاية يتنوع فرض الكفاية إلى نوعين النوع الأول فرض الكفاية الديني كالجهاد وصلاة الجنازة النوع الثاني فرض الكفاية الدنيوي كالصنائع والحرف وغيرها من الأمور الدنيوية التي يلزم حصولها في الأمة من غير نظر إلى فرض بعينه هذا وقد اختلف العلماء في التفضيل بين فرض العين وفرض الكفاية على قولين القول الأول للجمهور حيث يرون أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية لشدة اهتمام الشرع به حيث طلب حصوله من كل مكلف في الأغلب وذهب بعض العلماء إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين لأن قيام البعض به حافظ لجميع المكلفين عن الإثم الذي كان يترتب على تركهم له بخلاف فرض العين فإنه لا يلزم فيه ذلك ومعنى ذلك أن القائم بفرض الكفاية يكون نفعه متعديا إلى غيره أما القائم بفرض العين فنفعه قاصر على نفسه وما كان أكثر نفعا وكان نفعه متعديا لا شك أنه مقدم على ما كان نفعه قاصرا اختلف العلماء بعد ذلك في من يتعلق به التكليف في فرض الكفاية على قولين القول الأول أنه واجب على بعض المكلفين وليس واجبا على الكل وهو لبعض العلماء القول الثاني أنه واجب على الكل لكنه يسقط بفعل البعض لحصول المقصود بفعلهم وهذا هو قول الجمهور وقد استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم بالمنقول والمعقول أما المنقول فقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن في الآية تصريحا بالوجوب على بعض المسلمين لأن من في الآية الكريمة إنما هي للتبعيض ومثل هذه الآية أيضا قوله تعالى ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأما استدلالهم من المعقول فقالوا لو كان التكليف بفرض الكفاية متعلقا بالكل لما سقط إلا بفعل الكل لكنه يسقط بفعل البعض بالاتفاق منا ومنكم فعلمنا أنه يتعلق بالبعض ابتداء وهو المطلوب وقد رد على هذا الدليل من قبل الجمهور بأن لا نسلم بأن سقوطه بفعل البعض يعني عدم وجوبه على الكل ابتداء لأن فعل البعض كاف في سقوط الطلب لحصول المقصود به فإن بقاء طلب غسل الميت وتكفينه مثلا بعد القيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل وهو محال أما أدلة أصحاب المذهب الثاني فقد استدلوا أيضا بالمنقول والمعقول أما المنقول فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وأيضا قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ووجه الدلالة من هاتين الآيتين أنهما صريحتان في أن الجهاد وهو فرض كفاية واجب على الكل وليس واجبا على البعض لأن الطلب والخطاب فيهما موجه إلى الجميع حيث خاطب الله تعالى به الجميع وأما المعقول فقالوا لو كان الوجوب متعلقا بالبعض لما أثم الكل عند الترك لكن الكل يأثم عند الترك بالإجماع فعلمنا أنه متعلق بالكل وهو المطلوب والراجح في المسألة هو المذهب الثاني لقوة أدلته وسلامتها وصلنا الآن إلى تقسيم الواجب باعتبار وقته وقد عرفت أن الواجب المؤقت ينقسم باعتبار وقته إلى قسمين القسم الأول الواجب المضيق والقسم الثاني الواجب الموسع أما الواجب المضيق فهو الذي يكون وقته مساويا للفعل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه كصوم رمضان وهذا يجب أداؤه في وقته الذي حدده الشرع من غير خلاف القسم الثاني الواجب الموسع وهو الذي يكون وقته زائدا على الفعل كالصلوات الخمس وللعلماء فيه مذاهب متعددة المذهب الأول للجمهور يرون أن الواجوب يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت من غير شرط لعزم ولا تعيين لبعض الأجزاء المذهب الثاني وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني ومن وافقه أن الواجوب يقتضي فعله في أي جزء من أجزاء الوقت لكن لا يجوز تركه في الجزء السابق إلا بشرط العزم على الفعل في الجزء اللاحق والمذهب الثالث وهو لبعض الحنفية أن الواجوب يختص بآخر الوقت فإن فعله في أوله كان تعجيلا والمذهب الرابع أن الوجوب يتعلق بأول الوقت فإن فعل في آخره كان قضاءا مع عدم الإثم والراجح من هذه المذاهب هو المذهب الأول الذي عليه الجمهور وقد استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين صرنا إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين فقوله والوقت ما بين هذين يتناول جميع أجزاء الوقت من غير شرط لتعيين جزء ولا لعزم إذ ليس فيه ما يدل عليهما والدليل على عدم اشتراط العزم أنه لم يرد دليل في النص على وجوب العزم على الفعل في آخر الوقت إذا تركه في أوله لأن النصوص المذكورة في المواقيت إنما دلت على إيقاع العبادة في الوقت من غير إيجاب عزم وإيجاب العزم زيادة على النص لا دليل عليها ولأن العزم ليس شرطا لأنه لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا بالاتفاق فعلمنا عدم اشتراط العزم وعدم وجوبه والله أعلم